هو المستوطن الذي يرى في كل بقعة من هذه البلاد أرضاً لبناء مستوطنة وهو المستوطن الذي ينسب لكل مقام أو صرح تاريخي ملكية يهودية وحجج واهي لامتلاكه وهو المستوطن الذي لا ينفك بمحاولاته للاستلاء على الأرض والوطن بحجج وذرائع وبحماية مؤسسة تعمل على تقويته ودفعه قدماً للاستيطان بنفع يضل أبير وما بحاجة ينعمل بناء اللي هي واضح أنه المستقبل والتخطيط لهذه الأبنية اللي بتبلش بأبنية صغيرة وبتكبر وبصيره يزوار وبساط وبالأعداد واضح أنه المخطة هي لبؤرة استيطانية حوالي شفاعمر معاناة أهالي حي عثمان في مدينة شفاعمر مستمرة منذ أعوام فلا البيوت ولا الأحياء آمنة باقتحامات المستوطنين المستمرة وأما عن شرعيتهم فقد قامت سلطة أراضي إسرائيل بهدم المباني المحيطة في القبر الذي يدعي المستوطنون بأنه لحاخام يدعى يهودا بن بابا كان فيه قرار بهدم من لجنة التنظيم بس لجنة التنظيم اتقاصت في هذا الأمر وإجا منها لأنه بديهم لغاية شوارع فإجوا وهبطوها يعني مش محبة في أنه مخالف القانون لأ أنه هاي بهم ديزيزي في شوارع عشان هيك إحنا هبطناها وإلا في الشوارع ما تهبطت نضال السكان واللجنة الشعبية في مدينة شفاعمر مستمر وثابت أمام المحاكم الإسرائيلية بهدف منع بناء أي بؤرة استيطانية في المدينة وبالرغم من إقدام السلطات على المباني المشيدة بغير حق وبالرغم من مصادقة المحكمة الإسرائيلية على أن البناء غير قانوني يبقى المحتل محتلا طمعا يعمل بشط الطرق على الاستلاء على كل ما تبقى من كل أرض عربية